أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مع سعادته بفوز التغريد ملك سموه بالمركز الأول في كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن في السباق الذي أقيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الفوز الجديد للهجن البحرينية في المحافل الخارجية يجسد ما وصلت إليه رياضة الهجن في المحافل الخارجية والبروز اللافت للمشاركات البحرينية في البطولات الكبرى بعد أن سجلت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية ليأتي فوز تغريد استكمالا لسلسلة الإنجازات التي تحققت وهو ما سيكون حافزا للمزيد منها في الفترة القادمة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن البطولات التي تقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة دائما ما تحظى بقوة ومنافسة مثيرة في مختلف الأشواط وهو ما يؤكد الإقبال الواسع في هذه المشاركات من الأشقاء في مختلف الدول مشيدا سموه بهذا الفوز والحصول على المركز الأول وجاء فوز تغريد بالمركز الأول في فئة حقايق بكار مفتوح بتوقيت وقدره أربع دقائق وعشرون ثانية في الشوط المسائي الأول ضمن كأس اللجنة الأولمبية والبرالنبية السعودية للهجنة الكاش بحريني الكاش بحريني مع تغريد 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 تغ ترجمة نانسي قنقر